لا بس انتي طول عمرك أمر يا سيري كان ليه حق جورجي واسوف ياخدك معاه في اللانش عزي في الكليب كسرت الدنيا كلام الناس دي قول لما نسلت كان عندك كم سنة؟ اي كان عمري شيء يمكن 18-17 سنة هيك شيء يا روحي لا بس مش معقولة الفانيلا القطة على أبو وديعه ما جالكوش دوار بحر ولا كنتو واخدين بسكوبان لا بس انتي كنتي أمر أنا متهيالي أنتي الوحيدة يا سيري اللي ما حرقتش صور البيفوراند أفضل بتاعتها مع أنه انظلمت شوية كل دو الحلاوة دي وانظلمت اي لأنه العالم بتعتقد دايما أنه كل الفنانين هن شغلين كتير على نفسهم وبيقولوا أنه كرميل لأنه معهم مصاري بيشتغلوا على حاله ما يصيروا حلوين بينما هو المودة بتتغير والميك أب يتغير والوقت كله بتغير يعني شوفي صورك أنت من 15 سنة كيف يكونوا بتعطوهم كلهم بتعني نرجع للصور كده تاني عندي سؤال صغير على الصورة اللي في النص دي أنتي يا حبيبتي مرحلة الخنشرة وحب الشباب اللي عدت علينا دي ما عدتش عليكي إيه الوش ده بس مثلا شفت الحواجب قد إيه كانت رفيعة وقتها كان ده يعني كان المودة بس هلأ كثير ويعني هذه الصورة أنا ما بحبها مثلا والحواجب كثير رفيعة الصورة اللي بالنص كثير بحبها والصورة هيدا اللبسة أبيض كمان بحبه يا حياتي ناس شبه كاترين زيتا جونز وناس شبه بابا جونز اللرج بس انت شكلك تغير قوي عندما كنت تفلة كانت حفلة بالي ولا تكريم الأوائل دي كانت حفلة نهاية السنة بالمدرسة كانت اختاروني اني غني مع الكورال يا حياتي فكنت بتغني وانت تفلة ايه وهلأ بدي خبرك شغلي قبل ما أجل عندي قام تخبرني تالية بنتي أنه أنا هالعمر كمان عاش سنين تقريبا أنه اختروها بالمدرسة تغني بالكورال لكريسمس يا حياتي حفل في المدرسة كمان أنا في السنة دا كنت بدرب العيال بالبومب